أمس الخميس بأن اللائحة الطويلة للشركات التي تراجعت عن نهب ثروات الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي دليل على خسارة المغرب لأهدافه في الأراضي الصحراوية المحتلة مشددا على أن موضوع نهب موارد الشعب الصحراوي واجهة مهمة من المقاومة الوطنية أضاف الوزير الصحراوي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية استعراض لائحة الشركات البترولية الكبرى والشركات الموردة للفوسفات التي انسحبت من الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية النرويج ألمانيا وسويسرا وغيرها لا دليل على أن المملكة المغربية تخسر عملية التوريط هذه وأن القانون هو السيد في النهاية